وثق المرصد العراقي لحقوق الإنسان حالات للإفلات من العقاف في العراق فيما يتعلق بالاعتداء على الصحفين وحمل المرصد الحكومات العراقية المتعاقبة المسؤولية الرئيسة عن عدم إجراء تحقيقات جدية في حوادث قتل الصحفين على مدى السنوات الماضية دعياً حكومة السوداني إلى إعادة فتح التحقيقات المتعلقة بالجرائم التي استهدفت الصحفين العراقين وعدم التهون في محاسبة المتورطين بتلك الجرائم وشدد المرصد على ضرورة أن تطور الحكومة العراقية ألية فعالة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفين ما يضمن محاسبة مرتكبها عبر اعتماد الشفافية والمساءلة دعياً حكومة العراق إلى توفير الحماية اللازمة لهم من خلال برامج حماية متكاملة تشمل دعماً قانونياً ونفسياً إضافة إلى اتخاذ تدابير أمنية فعالة تضمن سلامتهم في أداء مهامهم تحديث 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 ت